نقل مساء الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ووفق بيان رئاسة الجمهورية تم نقل الرئيس إلى ألمانيا جاء وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي هذا وقد تم نقل الرئيس إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية في وقت سابق دخول الرئيس تابون الحجر الصحي الضوائي بعد إصابة عدد من إطارات بالرئاسة بفيروس كورونا